عقد الفريق المكلف بتصويب المخالفات الموثقة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020 اجتماعاً لمناقشة مجمل الاستضاحات الموثقة لشهر نيسان الماضي استكمالاً لنهج المراجعة الشهرية لتصويب المخالفات وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي داود كشف عن فتح تحقيق بخصوص مخالفة قرارات مجلس الوزراء بخصوص رسوم البيع وضريبة بيع العقار في دائرة الأراضي والمساحة ومخالفة تتعلق بعدم منطقية التقدير الضريبي لأحد المكلفين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومخالفة جمركية تتعلق بالتهرب الضريبي وبين الداود أنه تم تصويب مخالفات أخرى تتعلق بتحصيل أموال ووجود فرقات مالية في التحصيل بمحكمة بداية شرق عمان وصرف مكافأة دون وجه حق في وزارة البيئة وأمانة عمان الكبرى ومخالفات في ضبط دوام أحد المعلمين في وزارة التربية والتعليم ترجمة نانسي قنقر